السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي القناة مرحبا بكم فيديو جديد في هذا الفيديو سنخدم معكم الفرد الأول للدورة الثانية في مادة التربية الإسلامية للمستوى الخامس سنبدأ كمجزرة العادة بقراءة وضعية الانطلاق ومن بعد نجوب الأسئلة رافقك صديقك عصام للصلاة في المسجد يوم الجمعة فوجدتم الإمام يلقي خطبة حول قصة يونس عليه السلام فشرع عصام في صلاة تحية المسجد وبعدها صليتم ركعتين قرأ الإمام فيهما جزءا من صورة الحاقة وجزء من صورة المعارش وبعد خروجكم نبهت عصام إلى الخطأ الذي قام به إذن نبدأ أولا باستظهار الجزء الذي تلاه الإمام في كل من صورتين المعارش والحق على أستاذك إذن هنا هذا السؤال فهو شفاهي ستظهري ستكون حافظة سورة المعارش كاملة سؤال أسمم كتابة آيات سورة المدتر من بدايتها إلى غاية غير يسير إذن هنا أكتبت لكم هذه الآيات يقول عز وجل في سورة المدتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر قم فأندر وربك فكبر وتيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن ذا استكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم إذن قالوا نكتبوا احتر غير يسير إذن هذه هما الآيات نمر الآن إلى سؤال موالي لون بنفس اللون العبارة ومعناها يعني هنا سنحدد كل كلمة والمعنى دي لها فوق كين الكلمات والتحت كين المعاني الحاقة المعارج المدتر والمعاني عندنا مصاعد الملائكة يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذن الحاقة هي يوم القيامة إذن يوم القيامة عندهم جموعة من الأسماء تنقل لي الحاقة يوم البعث يوم الحساب يوم الجزاء إذن عندهم جموعة من الأسماء ثم المعارج هي مصاعد الملائكة تعرج المعارج يعني تعرج في المعارج وهي مصاعد الملائكة ثم المدتر يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدتر يعني يا محمد قم فأندر قم فأندر عشيرتك يعني بلغ الدعوة نمر الآن إلى السؤال الموالي صر بخط بين العبارة والقاعدة التجويدية التي يعني رانطبقوا عليها إذن عدنا لكم جنات سبعون كلا إنا بنسبة القواعد قلقلة يكون فيها الحور في قطب جدون إظهار الميم الساكنة خاصة الحارف يكون خاصة الكلمة تكون فيها الميم يعني سهلة الكلمة التي فيها الميم هي لكم جنات لكم يعني انتقنا إظهار الميم الساكنة لكم المد المشبه سيكون هنا لكم انا لكم جنات سبعونه كلا إنا إذن هنا ما اديناiberso المد هناك الكلا إن إذن هنا ادينا المد المشبه وهناا HADنا القلقلة سبعونا سبعهون إذن هنا عدنا حرف لبقى سبعونا حرف القلقلة هي يعني لخصوها في كلمة قطب جد. نمر إلى الثمانين الثاني. ضع علامة أمام الأعمال الصالحة التي يجازي الله فاعلها بالجنة. طاعة الوالدين تأجيل الصلوات الإحسان للفقراء. طاعة الوالدين والإحسان للفقراء. يعدن عملين صالحين يجازي الله فاعلهما بالجنة. أما تأجيل الصلوات فلا يجب على الصلوات أن تؤدى في أوقاتها. إذن طاعة الوالدين والإحسان للفقراء. السؤال. أسمم الفقراء التالية بما يناسب. إذن أؤمن بالله الرحيم. الله الرحيم الذي خلق النار ذات لهبين ذات اللهب الشديد. عفوا. التي أعدها للكافرين الذين عصوا ربهم ولم يتوبوا إليه. هذه الكلمات كما لحظتم سوف تجلبهم من رأسكم. سوف تفهموا معنى هذه الكلمات. أؤمنوا الرحيم بالله الرحيم الذي خلق النار التي أعدها. هذا النار أعدها لمن؟ للكافرين الذين عصوا ربهم ولم يتوبوا إليه. نمر إلى الثمارين الموالي. إذن ثالثا ما اسم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان تحت كفالته. إذن اسمه علي بن أبي طالب. وأول من آمن من الصبيان. كان صبيا صغيرا. وكان تحت كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الذي هو من اعتنى به. نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بأ من كان يقصد الله تعالى بالمدتر في صورة المدتر. إذن كان يقصده كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا يا أيها المدتر. يعني يا محمد قم فأندر. وربك فكبر. ذلك هنا يا. كالله كامر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار عشرته. يعني بإنذار عشرته الأقربون. يعني بتبليغ الرسالة أو الدعوة. ثم بنسبة السؤال موالي. بماذا طالب الله عز وجل النبي في صورة المدتر. إذن أمر الله تعالى بإنذار الكفار بإنذار الكفار والجهر بالدعوة. يعني الدعوة الإسلامية كانت في الأول سرية. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة والدعوة جهرية. يعني يعني يقول الناس بشيء آمنوا بالله عز وجل ويوحدوا ويوحدوه جهرا. يعني يعلن عن الإسلام. نمر الآن إلى السؤال أو آآ الثمانين الرابع سؤال ألف. ما الخطأ الذي قام به عصام داخل المسجد؟ الخطأ هو صلاة تحية المسجد. دندرت صلاة تحية المسجد. لماذا؟ إذن نرجع نرجع لهذا الوضعية الانطلاق. كنا هنا فشترع عصام في صلاة تحية المسجد. وصلاة تحية المسجد قلنا ما كنصليوهاش في صلاة الجمعة. إذن هنا خطأ هو صلاة تحية المسجد لأن الإمام كان يلقي الخطبة. إذا الإمام كان يلقي الخطبة. من لك يلقي الإمام الخطبة؟ يجب علينا أن ننصط ولا نتحدث. إذن ملغة فلا جمعة له. يعني ذاك اللي قال تحية ذاك ما تستطيع شتر معه. بق ضع سطرا تحت شروط صلاة تحية المسجد. إذن من شروط صلاة تحية المسجد. إذن عندنا هنا قبل صلاة العصر. بعد صلاة العصر. بعد صلاة الصبح. أثناء خطبة الجمعة. إذن وقعدنا كذلك عند طلوع الشمس. كما لاحظتم فهدلتهم بين قوسين. لأن هذه ليست شروط. هنا قال لك الشروط. هذه ليست شروط. وإنما أوقات الصلاوات ليست شروط. الشروط هم أكتبتهم هنا. أولا الشرط الأول. دخول المسجد. طهارة يعني يكون موضي. وقت النافلة. يعني تكون وقت النافلة. وأن لا تكون الصلاة المكتوبة قائمة. الصلاة المكتوبة مثلا تلقى الإمام بدك يصلي مثل العصر. ولا بدك يصلي الظهر. يبدك يصلي مثلا المغرب أو العشاء. فهنا ما خصنيش نصلي صلاة تحية المسجد. نمر الآن إلى الثماني الخامس. انطلاقا لما سمعتهم في خطبة الإمام حول قصة يونس عليه السلام. ما هو الدعاء الذي ردده يونس عليه السلام في بطن الحوت. إذن في الآية اللي درنا في الدرس. وذنون. عدو بالله مشتر رجيم. وذنون ادهب مغادبا فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا الدعاء الذي ردده يونس في بطن الحوت. لا بشر الله نجاه من بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم السؤال الأخير ضع علامة أمام السلوكات المقبولة. لا أعتدر إن أخطأت. ما وليس دميم. دميم يعني يعني بغيد يعني خطأ. لا يجب علي أن أعتدر إذا هذا ليس بسلوك مقبول. السلوك المقبول هو للوسط. واعترف بخطأي أو يعني نعم بخطأي إن أخطأت. وبالتوفيق للجميع. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله في القديم من الفيديوهات. إذن قريبا إن شاء الله على القناة سأبدأ بتنزيل فروض المرحلة الرابعة والأخيرة بالنسبة لهذه السنة الدراسية. كنوا في الموعد وإلى اللقاء.